السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال جريد فور أهلا بكم النهاردة هنكتب باراجراف سهل جدا وبسيط جدا About the bears عن الدبرة هنتدرب مع بعض إزاي نجيب جمل سهلة وبسيطة أستخدمها في أي باراجراف تابع كل السيشنز اللي أنا بنزلها للباراجراف مش هيبقى عندك أي مشكلة في الباراجراف وعشان تتابع يبقى لازم تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الدروس Like the session Let's get started بيقول لي هنا write a paragraph of about حوالي يعني حقيت باراجراف من حوالي 80 to 20 forward من 18 ل24 كلمة يعني ما يقلش عن 18 وما يزيدش عن 24 كلمة using the following guiding elements أستخدم العناصر المساعدة اللي هو أعطيه لي العنوان بتاع الباراجراف بتاعي بيقول لي the bears the bears يعني الدبب الفاكت فايل يعني ملف الحقاق اللي في المعلومات أو البيانات اللي حستخدمها في الكتابة أو سؤال بيقول لي what do bears eat ماذا تأكل الدبب؟ فطبعا أول جملة حقول أن الدببا تأكل فش تأكل السمك حنشوف تاني سؤال عندي بيقول لي how can they catch fish كيف هما يستطيعوا استياد السمك؟ فحنقول طبعا أن هما بيستخدموا pause and close المخالب والكفوف عشان يستطدوا السمك حنشوف إزاي دلوقتي بقى أنا لو دخلت على طول أكتب الجملة الأولى والتانية اللي هي أنهم بيأكلوا فش أو بيستطدوا إزاي أنا كده كتبت جملتين وحلاقي نفسي مش عارف أجيب تاني يبقى إذن لازم أكتب جملة أو اتنين تمهيدية قبل ما أدخل على المعطيات دي عشان أقدر أجيب عدد الكلمات فأول جملة عندي أعرفه كده لازم تحتوي على العنوان بتاع البراجراف نفسه عشان حتى على أقل أعرفه أنا بتكلم عن إيه فعندي هنا the bears أعرفه أن أنا هتكلم عن the bears عن الدببا وأول جملة عندي زي ما أخدنا فاكرين جملة الوصف يبقى أول جملة عندي حيبقى وصف للحاجة اللي باكتب عنها فاكرين جملة الوصف اللي هي بجيب اسم مفرد وبعدين إيز وبعدين صفة أو اسم جامع وبعدين أر وبعدين صفة طب أنا عندي هنا البرز جامع يبقى أول جملة هتحتوي على كلمة the bears وبعدين هجيب إيز ولا أر هجيب أر طبعا وبعدين أقول أي صفة تعجبك the bears are very big هتدوبا كبيرا جدا مثل أي حيوان horses are very beautiful وهكذا أي حيوان هكتب لو مفرد إيز لو جامع أر وبعدين أي صفة تعجبك يبقى كده جملة مضمونة إن أنا أكتبها وفي آخر البراجراف بتاعي لو بكتب عن حيوانات أو عن فود أو حاجة زي كده فأنا بكتب جملة برضو وأنا مش عارف أجيب جملة مش عارف أكمل هروح مكمل بجملة I like أنا أحب واكتب بعدها اسم الحاجة اللي أنا بكتب عنها البراجراف يعني هنا هكتب في الآخر إيه I like bears أنا أحب الدوبا نلاحظ دلوقتي حبايبي إن إحنا كتبنا بالجملتين دول 8 words 8 كلمات من 18 أو من 20 من 20 كلمة مثلا يبقى أنا كده فأضل لي إيه 12 12 words 12 كلمة يعني جبت أكتر من من تلتين البراجراف بتاعي بجملتين إحنا عارفينهم مساهلين جدا جدا أوصف الحاجة اللي بكتب عنها اسمه مفرد إيز اسمه جمعة آر وبعدين صفة وأقول له I like والحاجة دي أنا بقول الجمل دي الحباب الصغيرين اللي مش بيعرفوا يجيبوا جمل فعشان بس نعرف إيه إن إحنا نكتب باراجراف في الأول كنتعود عليه بعد كده حبايبي هشوف بقى هو عايزني أكتب إيه what do birds eat ماذا يأكل الدبابة فأنا هقول إن الدباب بتاكل فش فحبتجي بالفاعل اللي هو they اللي هو عائدة على إيه على الbears يبقى they وبعدين ده فاعل 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 مفعول شوفوا الجملة بسيطة إزاي فاعل they الفاعل eat فش مفعول subject verb object فاعل فاعل مفعول they eat fish أو ممكن أقول برضو bears eat fish عادي خلص they eat fish يعني أقول الإسم يا إما دمير عائد عليه لأن أنا ذكرتهم في الجملة اللي قبلها عندي بعد كده السؤال التاني اللي هو how can they catch fish إزاي هما بيصطادوا السمك هما طبعا بيصطادوا السمك أو catch معنايا يصطاد أو يمسك فأنا لها معاني تانية كمان فأنا حقول إن هما بيستخدموا المخالب والكفوف عشان يمسكوا السمك أو يصطادوا السمك هما يعني إيه they أو ممكن أقول bears وبعدين يستخدم زي ما قلنا فاعل فاعل they use هما بيستخدموا بيستخدموا إيه pause and close المخالب والكفوف to لكي to catch fish عشان يصطادوا السمك they use pause and close to catch fish لكي هنا to جايب معناها لكي هبتيجي بقى أحيانا بمعنى إيه لما يجي بعدها اسم مكان لما يجي بعدها فعل في المصدر زي هنا catch يبقى معناها لكي طيب أنا لو عديت الورد إزاي عندي بما فيهم جملة I like bears اللي أنا حكتبها في الآخر حلاقيهم 19 words 19 كلمة طيب أنا عايز جملة تانية ومش عارف أكتب إيه مش أنا خلاص خدت المعطيات بتاعته وكتبت الجملة الوصفية ومش عارف أكتب تاني سهلة جدا اكتب جملة وصفية تانية فحقول they are strong هم أقوياء they are strong هم أقوياء وبعدها أكتب الجملة اللي أنا اتفقت معاكو عليها في الأول اللي هي I like bears أنا بحب دبابا هلاقي هنا إن أنا كتبت 22 words وأنا مطلوب مني من 18 ل24 يبقى كده أنا كاتب مظبوط جملة بسيطة وسهلة في الأول وإحنا بنتعلم لسه نكتب البارغراف بعد كده هنبتدي نطولها وتبقى يعني أدسم من كده شوية بس إحنا في الأول لازم نتعلم جملة بسيطة عشان نعرف نكتب وكده يبقى كتبنا بارغراف سهل جدا عن the bears لو ذكرته وكتبته معايا بالورقة والألم جملة جملة هتتعلم إزاي تكتبه بسهولة استناني في كل سيشن بتكلم فيه عن البارغراف بتاعة المنهج وإنت مش هيبقى عندك أي مشكلة في البارغراف لو استفدت من السيشن ما تنساش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيمين